ومنظمة جديدة هي منظمة الأمم المتحدة طيب أستاذ يحياء حضرناك عايزين نتكلم عن أصبت الأمم بطريقة جغرافية بقى كما ورد في منهجنا السنة دي أصبت الأمم أولا النشأة بتاعتها زي ما حدك تفضلت بعد الحرب العالمية الأولى اللي امتدت من 1914 ل1918 فتم الاتفاق في مؤتمر الصلح في باريس تمام 1919 على إنشاء هذه المنظمة أنا هنصبت الورا تمام طبعا في النشأة بعد الحرب العالمية الأولى اللي امتدت من 18 فعقد مؤتمر الصلح في باريس وتم الاتفاق على إنشاء هذه المنظمة والغرض منها طبعا منع تكرار الحرب وفرض السلم العالمي تمام للأسف طبعا هذه المنظمة لم تستمر لعدة أسباب بردك حدك تفضلت بالحديث عنها أول حاجة دول كبيرة جدا لم تنضم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي تمام يبقى دي الأسباب بتاع فشل اللي هي منظمة عصبة الأمريكية وجود طبعا للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خارج المنظمة لم يعطيها الجدية لازم طبعا الدعم اللي كان ممكن يبقى ليها لو كانوا متواجدين تمام حاجة تانية دولتها من أكبر الدول وقتها بردك انسحبوا وهما اليابان وألمانيا تمام وانسحاب اليابان وألمانيا برضو طبعا يعتبر تمهيدا ان هما بيعدوا العدة للحرب وازاي يشتركوا في منظمة حافظ على السلام وهم بيعدوا العدة لحرب عالمية أخرى تانية الحاجة التالتة عدم وجود قوة عسكرية تساعدها على فرض قراراتها لسلم ومنع الحرب تمام يعني احنا بنقول برضو ان ما فيش جيش واذا قارننا الكلام ده بالأمم المتحدة لما وجودها حاليا هنكتشف ان الأمم المتحدة الحاليا تمتلك جيوش في كل دولة لكل دولة نصيب لمنظمة الأمم المتحدة فيها من الجيوش حتى مصر ترسل أبنائها لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في بعض الدول زي ما رسلتهم في البوسنة والهارسك والكنغو لحفظ السلام وفرض السلام بالقوة دي منظمة الأمم المتحدة اللي احنا نتكلم عليها بعد شوية نتيجة فشل منظمة أسفلهم وطبعا يعني اندلاع الحرب التانية هو كان السبب لإلغاء هذه المنظمة أو فشلها سنة 1939 اندلاع الحرب التانية فأصبحت هنا لا وجود لها أو لا قدرة لها على حل مشاكل العالم طيب نتكلم بقى على الأمم المتحدة ونشئة الأمم المتحدة طبعا هنا هنكون لنا مقر الأمم المتحدة طبعا نشئة بعد الحرب العالمية التانية الأمم المتحدة نتيجة تكمل هائل من الضحايا والعالم بقى كده كان أدرك ان هو لابد من قيام منظمة قوية تحاقق الأمن بالضبع النشأة زي ما اتفقنا برضك ان هي بعد اندلاع بعد انتهاء الحرب العالمية التانية اللي انتهى سنة 1945 تم توقيع ميصاك ان شاء الله أم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية تمام طبعا هو عصفة أمم مقلوش مقرها فين بسحادة تفضلتهم وكان في جينيف المقر بتاع الأمم المتحدة حتى الآن في مدينة نيويورك تمام الهدف من إنشاء هذه المنظمة تكون أكثر قدرة وسباتا على منع الحروب ثم أصبح لها أهداف طبعا اللي هي التعاون بين الدول وفرض السلم العالمي تمام يؤخذ عليها بقى بعض العيوب طبعا لها يعني أعمال قامت بها لكن في عيوبها أو السلبيات أول حاجة عدم الحيادية في بعض القضايا وإحنا عندنا مشكلة فلسطين مشكلة معروفة جدا أن دور أمم المتحدة ضعيف في حل هذه مشكلة تمام يعني حضرتك بتقول أن المقصود بها هنا عدم الحيادية أنها تكيل بمكيالين فهي تساند مثلا اليهود أو دولة إسرائيل مثلا دولة إسرائيل آآ الفيتو أيوة مجلس الأمن وتم الاعتراض على معظم القرارات الأمم المتحدة لمصلحة الدول الكبرى لما كان في حرب بريدة بين الوطن الأمم المتحدة كان كل دولة تحاول يبقى ليها مصالح خاصة فتمنع أمم المتحدة من حل مشكلة تكون لها علاقة وقد يكون مشكلة فلسطين لأن الوطن الأمم المتحدة لها مصلحة في وجود إسرائيل داخل الوطن العربي كيف هي الوحيدة أو أكثر الدول التي تعترض على أي قرار لمصلحة الفلسطينيين؟ يعني إحنا نقدر نقول النهاردة أولاد أنه إذا تم توجيه أحد الأسئلة إليه كما النقد الموجه أو يوجه إلى الأمم المتحدة بعض النقد في آدائها فأنا حضرتك تقول كده زي ما الأساسيحي قال هذه المنظمة لها وجهين للنقد عدم الحيادية أذاء بعض القضايا خاصة القضايا الفلسطينية أنه أيضا هذه المنظمة يسيطر عليها الدول الكبرى من خلال الدول دائمة العضوية والفيتو وده طبعا السر اللي أنت بتتسأل في داخلك لماذا لا تتخذ تلك المنظمة قرارات حدة ضد إسرائيل لأن هناك من يرفع الاعتراض على هذا القرار من الدول دائمة العضوية وطبعا لمصالح سياسية واستعمارية وده بيؤدي إلى فشل القرار في النهاية لأن أحد عيوب المنظمة هي نظام الفيتو والدول دائمة العضوية بكده تكون الأمم المتحدة طبعا وأسبة الأمم هما المنظمتين اللي كانت موجودتين على الساحة العالمية نتيجة حربين ومن هنا إحنا بدأت نربط ما بين الحرب والمنظمة أدت الحروب إلى نشأة المنظمات فالحرب العالمية الأولى أدت إلى نشأة أسبة الأمم والحرب العالمية الثانية أدت إلى نشأة الأمم المتحدة طيب ما نقدرش بقى نبتعد عن هذا المجال إلا ما نسأل حضرتك سؤال عن مقارنة ما بين المنظمتين يعني النوع من أنواع المقارنة تكون يعني نقدر نلمي بها كده الأمم المتحدة نجمعنا المعلومات عن المنظمتين في منقارنة أو في جدول فيسهل على الطالب أنه هو يرجحها معنا المنظمة الأولى هي منظمة عصبة الأمم تمام احنا عندنا هنا مقارنة فعلا واضحة هي ما بين عصبة الأمم والمنظمة الثانية الأمم المتحدة والأمم المتحدة تمام واجه المقارنة بقى حضرتك عندنا ايه في واجه المقارنة بالنسبة لعام التأسيس تمام عصبة الأمم 2019 بعد مؤتمر الصلح في باريس تمام أما الأمم المتحدة 1945 بعد مؤتمر سان فرانسيسكو في الولايات الأمريكية ضمنتها تمام إذا نستدلم التاريخ هنا على الأساس الدلالة لأنه طبعا قد يواجه الطالب سؤال أي يومها السبقة إنشاء الأمم المتحدة السبقة إنشاء biosبقة الأمم طبعا للتأكيد أن أصبة الأمم هي للالتصبقة أمم المتحدة تمام والتأكيد أن أصبة أمم بعد انتهى الحرب الأولى والأمم المتحدة بعد انتهى الحرب العالمية الدستانية إذا نستدلم التاريخ هناMaster عن الأسبقية وبرضو إيه ارتباطها بالحظوب في تاريخي السنوية العامة فيه اشارة برضك للحربين واصارهم على التاريخ العالم. برضه ممكن دي اسأل سؤال في الجزئية دي يعني نشأة الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الاولى. طبعا عبارة خطيرة. نشأت وصفة الامم بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى. اما الامم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الساني. تمام. اه. قرار التأسيس كان بيأكد على حاجة ع был اقامة منظمة عالمية تحول دون تكرار الحروب. اللي هو الهدف الاساسي. من أما الأمم المتحدة إقامة منظمة دولية جديدة تكون أكثر سباتاً وأعمى قصراً وأكثر قدرة على حال المشكلات الدولية طبعاً بعدما استفادوا من غلطة الحرب العالمية الأولى لكن فيه أهدف أخرى للمنظمة أصبت الأمم ضمان السلم ومنع الحروب وتنظيم العقادة الدولية يمكن بنفس الفكرة بلفز تاني الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتدعيم للتعاون الدولي اللي هو الأمم المتحدة هو ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول ما الهدف من إنشاء يعني يجيب لي مثلاً مقالة يعني في عبارة بين قوصين ويقول لي ما الهدف من إنشاء مثلاً أحد الأسئلة ما الهدف من إنشاء الأمم المتحدة أكيد طبعاً على أساس أن هي يعني بعد فشل أصبت الأمم أصبع لي هدف تأكيد درة للأمن العالمي والتعاون العالمي والسلم العالمي فالأهداف بتأكد هذا الموضوع بالنسبة لموقف المنظمة طبعاً عصبة الأمم فشلت لعدة أسباب اللي احنا قلناها تمام نرجع تاني المقارنة نشوفها قدامنا المقارنة تمام موقف المنظمة بنقول عصبة الأمم فشلت لعدة أسباب عدم انضمام نطعة أمريكية والاتحاد سوبيتي انسحاب ألمانيا واليابان افتقار العصبة لقوة عسكرية واندلال الحرب الثانية سنة 1939 تمام ده بالنسبة لموقف هذه المنظمة أما الأمم المتحدة مستمرة حتى الآن ولكن يؤخذ عليها هيمنة الدول الكبرى على قراراتها وعدم الحيادية في بعض القضايا مثل القضايا فلسطينية تمام آخر حاجة المقار لم يذكر مقار عصد أمو لكنه كان في جينيف في السويسرا أما مقار أم المتحدة نيوك بالولايات المتحدة الأمريكية موجود تمام تأسيس في سان فرانسيسكو والمقار في الولايات المتحدة الأمريكية مصر برضو ملحوظة كانت من دول المؤسسة من ضمن الواحد وخمسين دولة اللي وقعت على التأسيس في سان فرانسيسكو كان منها مصر لأنها كانت دولة مستقلة بمعهد ستة وتلاتين معلومة إسرائيل أبنائنا كده عشان لو سألوا أين مصر من هذه المنظمة ومصر طبعا عنده في كتاب التاريخ أنها ضمت إلى أثبت الأمم الأولى سنة سبعة وتلاتين بعد اجتماع المنظمة في جينيف